مرحبا عليكم اذا كانت تراملين ايه حالة جديدة سبعتاشر سنة جابتش تيكي من سبنتينيا سبين بين مع الهوت والكولد ينقح الواحد عليها اعراض مع الكنيكال وكده ما كانش في بين مع البلبيشن وما كانش في بين مع البركاشن دي حاجة تقولي اننا ما عنديش هنا ابيكال بريدونتايتس فالتريتمنت بلان بتاعتي كان ان انا احاول اعمل كونزرفيشن للبالب فقلت ان انا عايز اعمل هنا امتي ابل بطم اعمل امتي ابل بطم اليه البيشن يعني young age دي حاجة كويسة الكيرز عندي مفيش ابيكال بريدونتايتس فالعوامل كلها بتقولي يعني خليك كونزرفة على قد ما تقدر طيب اول حاجة طبعا بندى انسيزيا نركب رابردان من الاول خالص بنشيل الكيرز براون بيرش وتشيل الكيرز كله حصل اكسبوجر بعد الاكسبوجر بنشيل الكورونا بتاع البلبو بنعمل البلبوتومي باستخدام الراون بير بتاعتنا تكون استرايل طبعا احاول اخلي كل ادوات استرايل عشان عايز اعمل التكنيك بتاعي بقى اسبتك خالص ما بقاش في اي انفكشن ليه ما استغمش اكسبوجر عشان اعمل البلبوتومي ممكن الاكسبوجر يشيل جزء من البلبوتومي موجود في الراديكولر مش محتاجه شيل جزء كبير وانس انك عملت كومتليت رموفل البلب تيشل اللي في البلبتشامبر بتجيب كوتون بواين برسنت هايبوكلورايد او ممكن كوتون تحط عليها اسائي الكولورايد او ممكن كوتون عليها سالين وتعمل بريشور جامد اي بليدنج عادي بنوقفه بريشور فبنجيب بويت كوتون سواء انه باسائي الكولورايد او صلاين او بواين برسنت هايبوكلورايد ليه مستخدمتش كونسنتريشن عايل عشان مبقاش تكسك على الجزء الهيلسي بتاع البلبتشو فبحط الكوتون معايا مثلا من وان تو فايف مينتس بعمل واستنى عليه استنى عليه ما تستعجلش خلاص؟ بعد كده بتشيل الكوتون بتتاكد انه حصل عندك اه كلوتينج حصل عندك ان البليدنج وقف خلاص ساعتها اقدر بعمل امتي ابليكيشن تعال ببص كده على الفيديو بص يا شباب زي ما انتو شايفين كده ده بعد ما انا شلت الكوتون بعد ثلاث دقايه حصل بلوت كلوتينج وشكل ما شاء الله الفلور بالبلب بلوكز اللي موجود عندي دي شكلها كويسة جدا وحاجه هيلسي جدا وحاجه مباشرة جدا زي ما اقول لكم كلما يكون برضو الحاجه عند كلاس 1 كلما يكون برضو حاجه احسن اتاكد ان مش حصل ليكيش ودي حاجه مهم جدا في المتابل طيب بعد كده بقى ما باجه احط الامتي ايه الامتي ايه بحطه ازاي بنعمل ميكسنج الاول بعمل سيك ميكس للامتي ايه مع ديستال دووتر الامتي ايه اعمله مع ديستال دووتر بلاش تعمله مع صلاين ولا انسيزيا ولا الكلام ده خليك مع ديستال دووتر لانه ده الهايدريشن الاكشن بتاعه لازم مع مية الحاجهات التانية ببفاع كمبوننس تانية انت متعرفش اموكت اثر على التفاعل بتاعك او لا تمام اجمله ابلكيشن ممكن عن طريق الامالجم كياريور او عن طريق الامتيب او ده بعد ما بتعمل اي ولا بتجيب كوتون وتعمل القبس لل palm على الامتي ايه بتاعي اقدر اشيل اليمتي ايه وادخل للأورفز بتاعتي بسهولة عشان لو دخل جوه هيبقى صعب جدا علينا ان نشيله تمام طيب معلش برضو حتة نسيت اقولها حتة اعرف منين ان انا اكتفي بالبالبوتومي ما عملش بقى كمبيليتروت كنال لو لقيت عندي البليدنج وقف زي ما قلنا وزن من وان تو فايف منتس لو لقيت لون البلد بعد شوية بقى لونه مبقاش دارك كل ما يبقى بنك كده كل ما يحس ان المعضوع هيلسي اكتر ما يبقى دارك كل ما يبقى معضوع يبقى البلد بتاعني اكتر بعد كده اشوف الفريقونس بتاع البليدنج لو الفريقونس ده جديد قوي يبقى معنا كده ان فيه انفكشن عالي قوي فممكن ادخل في البرد في الحاجة بسيطة عشان برضا حاول اوقف ده شوية زي ما قلنا لازم بيبقى الموضوع كله اسيبتك يبقى انت كل الهدوات اللي بيستخدمها استرايل ما يبقاش في اي حاجة انفكتد معاك خلاص بعد ما بتحط بقى الام تي اي وتعمل كندنسيشن زي ما قلنا جينة البريشر كده بقطنة على الام تي اي عشان ما حاولش ان انا ادخله جوه الروت بعد كده بحط ويت كوتون لمدة اربعة عشر ساعة بعد كده بحط عليها جلسانور يعني يجيلي بعدها بيوم يجيلي بعدها بيسبوع ايان كان او هاشيل بقى الجلسانور او هاشيل الوت كوتون اتاكد ان الام تي اي بتاعي نشف كويس اتاكد انه عامل سيلنج كويس احط لي الكمبوزد بتاعي على الام تي اي تمام ممكن الناس يعني تقول لك بلاش تحط كومبوزت على الامتي عشان الاتشنج وكده ده رأيه يحترم طبعا ممكن نحط الهير كلاس عين واربعا كده حط الهير كومبوزت تمام حاجة تانية بالنسبة لي الفول عب العينين اللي عندهم امتي ايه بالبطومي لازم الفول عب ده جزء من التريتمينت لازم وانا شغال لازم اعمل فول عب كمان 3 شهور كمان 6 شهور كمان 9 شهور كمان 12 شهور واشوف كده الدنيا عندي ماشي ازاي لقيت الدنيا هيلسي وماشي كويس خلاص يبقى اكده تمام ماشي طيب ده البوست اوبرتف بتاعنا بعد عملت امتي ايه امتي ايه او حطيت ووت كوتون وحطيت في جلس ايه نباش الزيارة الجيه ان شاء الله بقى هشغل لها بقى الكلام ده كده اتاكد ان الستنج حصل ساتنج الامتي ايه وبعد كده اعمل عندي الفاينر استريشن تمام اهم حاجة في الامتي ايه بالبوتومي الدايجنوزيس يبقى انت متأكد ان البلب عندك فيتل الساينز والسيمتمز بتقولك اه ان الدنيا ماشي في طريق ان احنا البروجنوز هيبقى كويس ازاي ان انا البلب عندما فيش عندي ابكالبردونتايتس مع ان في حالات كتير بتساكسس في ابكالبردونتايتس العامل كومبليت سيلنج كويس حصل كنترول البليدنج في وقت مثلا دقيتين او تلات دقايق مش في تامن تسع دقايق كل دي برضو مؤشرات حلوة بتقولي اعمل امتي ابا البطل ولدكاترة دي الجايد لاينز اللي هتعاهمل بيها ازاي فحالات الديب كيريز في المتير تيث واساكلوز دي بايينز هلوة جدا جدا ذكروا كويس ودا سكرينتوكس وكدا وسايفوها عندكو هتفكم جدا في حالات التعديب كيريز في المتير تيث واساكلوز دي بايينز شكرا دكاترة وشوفكم في فيديو بديو ان شاء الله شكرا للمشاهدة